السلام عليكم شو خباركم لا بس عليكم كداري مع الصحة كل شي بخير كانت منى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة سمحوا لي لانني غبرت عليكم ما كرهت شو الله ما كرهت لي تخافوره ما زال مسلا وش ما عندي المعلمين ما زال بس خوش بينا دونك ما كان قدش نصور ما كان قدش ندير بزاف دي الحويش بزاف دي زيدة عندي بزاف الحويش صراحة انت انا توحشتكم توحشت صوار ولكن ما عندي ما ندير دونك اليوم ان شاء الله قررت نحط لكم هاد الفيديو باش ما نغبرش عليكم كل شي الناس كي سولوا شكرا لكم على السؤال شكرا على الناس اللي كي تهولوا عليها اللي يهولكم كي سفتولي يا ميساج شكرا لكم شكرا بزاف دونك الفيديو دي اليوم الفيديو دي الموتيفاسيون تحفيزي بمئة بدمئة الحلول كيفاش كم نخدم كيفاش ندير دونك بزاف تحولوا بزاف نصائح في هاد الفيديو دونك خليكم معايا شكرا لكم على التواصل ديكم شكرا على البخطة شكرا على اللي لايك شكرا على اللي كومتغ زوينة اللي كتحطو فحقي وخليكم معايا وما تمشوفين كنبغيكم بزال دوزو الكوزينة اللي كتشوفوا الحالة ديلها كيف ما هي دائما كالقفت تعاليق ديكم علش انتم ما داركم قادة علش ديما كتصوروا داركم قادة كتصوروا غلو حاجز ونا بطبيعة الحال غندين نصوروا ايجابيه ما ندوزوش دائماً انا كنقول لبعز بالنسبة ليانا ما كان مغايش ندوز المشاكين ما كان بغايش لانه شي حاجة باديهية انا نقطه قنذره و نغسله الماعن و نصبنه ينشروك اتاك شي حويش باديهين ذاك شى لاش ما نشاركه مش معكم كيف ما كتشوفوا معي انا النصحة اللي كنبغي نعطاكم لفيديو ديالي وهو انكم من تعي ووقفوا دائماً كنقولها لكم من تعي ووقفوا لان انسان كنبغي اخدام وهو في واحد لا يجب أن تعطي نتيجة أولا تتعصب رأسك ثاني شيئا ثالث شيئا لا تدري لذلك كنت أعينا كنت أعينا كنت أعينا خليت لما عندي العشاء وأننا كن نضع خاطرين وليوم جمعتهم وانا معكم كيف تشاهدون الحمد لله كل شيء تجمع كل شيء يتغسل إنسان نفسية وهي أهم حاجة في هذا الكون لذلك كنت تريحني وكلما كانت نفسية مزيانة كنت نعكس على العائلة هنا أريد أن أعينا لكي نسح البوطة غزال كما صراحة ندهن وندهن ونجمع الكوزينة ونأتي لكي نكمل لكي نمتع ونجمع الكوزينة كيف سترى معي الحمد لله كنت أتغسل مرة الموسيقى مرة يوتيوب مرة أي موضوع أو محلل كل مرة الحمد لله لذلك الحمد لله لذلك 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 نتعلم نتعلم هنا أريد أن نشارك معكم تشطب و تجفف بالنسبة للناس لا تجدوا الروحة فعادية كنزيده معا و تعطر لي و تغسلي الأرض كما تشوفوا و ترجع و تشعل وهذا مثلا يجب أتغسل لذلك سوف نحن نعود لذلك حبيبتي قبل كيف سأشارك معكم و سأشارك معكم و كيف سأشارك معكم كنت تقوم بالغطاوات لكن وثقت الخبار بأنهم تقوم بالغطاوات من الناس لم أقوم بالغطاوات لم أعجبني الحال و ليس كنصبنهم الراسي كنديرهم في سميتو كنديرهم في البانيو كنفزكم واحد الساعتين و راكم عارفين فيهم غير ريحة النفس شوية ديال هذا مش يزعم ما كيكون فيهم الوسخ ولا شي حاجة هنا وريتكم هاد جيل دوش اللي كندير أنا في حقيقة كندير ذاك جيل دوش اللي كيدير بعشرة دراهم راكم عارفين عشرة دراهم كنخواع لهم كيفهم الريحة في هذا فيزوين صافيو كيخرجوا لي كان واحد الساعتين تقريبا نفزكم صافيو كندوز باش كننشللهم هادك تشلال كندير فيهم هادك البرودوي هادك الادوسيسون ديال الحويج صافيو كنزيدهم عليهم في تشلال صافيو كيخرجوا بواحد ريحة زوينة صافيو و غادي نشاء الله نشارك معكم طريقتي بالاحتفاظ اه علاش عاد كنصبنهم دابا لانني تعطلت فحقيقة لانني كنت صفرت جوان ونسيتهم ودابا من يجيت بات نستعملهم لقيتهم ما صبنتهم شي يعني ذاك العام صافيو كندوز باستشار معكم انتم ما شنو الطريقة التي تدرونه تكون ربما عندكم شي طريقات جديدة ولا شي حاجة وشنو مولي بخودوا لي كدرونهم باش نحضر الكيك ديالنا كنحتاجو الاربعاد البيضات كنحتاجو الـ 180 جرام ديالساني دا كنحتاجو اربعاد المعالق ديالكاكاو المر كنحتاجو الـ 200 جرام ديالطحين واحد فاني او سائل جوج خميرات نسكس ديالقهوة ونسكس ديالزيت كنت اخذو البيض ديالكم كيف العادة كتديرو في شي بول كتزيدو معاه الفاني ديالخنيشات إلا كان عندكم السائل كتخليهو اللخر إلا كانت عندكم الخنيشات كتباطيه ديك ساعة كتباطيهم زيان تكيتل عليكم داك البيض وكينساجم المقادر كلها مع بطياتها صافي كتزيدو الزيت كتزيدو القهوة ديالكم كتتربو عاود تاني كتزيدو الطحين واخت كونو مغربلينو عاودو غربلوه باش جيكم الكاك خفيف عاودو غربلوه مرة تانية صافي كتزيدو الطحين كتزيدو الكاكاو ديالكم الخميرات كتخليوهو اخر شائتهية كتغربلوها صافي وكتخلطو المقادر كلها كتاخدو المول العاجيب ديالكم فران ديالكم باعد كتري LO كتشعلوAH فران ديالكم على فرن بارد كتدرو 180 درجةowski فران ديالكم كانت نحوىicable فرفارة رفيها لتحت الفوق صافي كتعلو عليه فرفارة الكيك اللي كيكون اسود لي فيها الشوكولة كي طيب تغياب دونك واحد لمدة دي لخم عشرين دقيقة تال خمسة عشرين دقيقة صافي وكتخرجوا الكيك ديالكم ده بغا ندوزو ان شاء الله باش نصوبو لك هيم باتيسيا بنسبة لك هيم باتيسيا كنناخد غاية هاديك ديال العلبة كنزيد معها الحليب صافي وكننصوبها عادية اللي بغا يصوبها على حقه وطريقة را كنت مشاركه معاكم في القناة ديالي من بعد ما كتخرجوا الكيك ديالكم كتخليواتها كتبرد على خطرها كتدلوا في شي صاحن ديال تقديم بطبيعة الحال صافي باش توجدوها باش تحطوها كتاخدو لك هيم باتيسيا ديالكم لك هيم باتيسيا ديالكم كتاخدو ذلك الطراب اليدوي كتقو تحركوها 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 تا كتبرد لكم تقريبا مخصش تكون سخونة لانها الادرتوها وهي سخونة والكيك سخون غاد قد تشرب لكم هديك الكيك من الاحسن خليوها تدفى تدفى مزيان عزيدوها انا في حقيقة كانت بقى شوية راكم عارفين مع التصوير مع الزرباء مع هاداركم عارفين من الاحسن خليوها تدفى ولكن اوما يمطون تكونوا انتو ما كتحركو فيها باش ما تكوموش لكم ذاك القشرة انتو ما كتحركو كتحركو تكادفى لكم صافي كتخويوها فوق ذاك الكيك ديالكم وكتخليو التكيد فاتهوة بطبيعة الحال كتدخلوها التلاجع باش كتبرد وكتدوزو باش كتحضروا القلاسات جيالكم اللي غاد تحطوه فوق الكيك باش نحضروا القلاسات جيالنا اللي غاد نحطوه فوق الكيك هنحتاجوا الواحد مئة جرام ولا مئة ميليليتر ديال الكخين فخيش اه غادي تدفوها شوية فوق العافية تكون شوية دافية وصخخنا ماشي دافية صخخنا باش يدوب لكم الشوكولات وغادي تحتاجوا واحد مئة وعشرين جرام ديال الشوكولات اه اولي صافي وغادي تحطوها على ديال الكخيمتاء كتدوب لكم كمبلتمن اه كتدوب او مامتون كتدفى صافي وقتبوها على ديال كاك ديالكم كيجي واحد لمنظر هائل كيجي بحل مرقات بحل ذاك الكاك ديال المرايعة يجي زوين في المنظر ديالو بالنسبة لتزين كل واحد ياخد الحاجة اللي عنده ما يمانا بالنسبة لك شي اللي عندي كانوا هادوك العقيقات ديال الحليب والشكولاتة هما هما اللي زوقت بهم وصافي الكيكي يجي فن والديد وغادي عجبكم وغادي عجبكم وغادي عجب ولي ذاتكم وهذا ما كان كانت منى تكون هادلا فيديو تكونوا موتيفاتكم كانت منى تكونوا استفتوا منا ولو بالقليل شكرا لكم على تشجيعات ديالكم شكرا لكم على الدعم شكرا على اي حاجة تحطوها في حقي شكرا على البخطاج مرحبا بالناس اللي التحقبوا بالقناة ديالي مؤخرا دونك حبيبتي هادو مقتطفات من الفيديو اللي داست اللي ما زال ما شافهاش يدخولي يشوفها مرحبا بكم فيها غا اللي كتبغيو تهيى حلول ومقترحات وتحفيزي فيديو تحفيزي رياضة من كل رياضة من اي حاجة كتبغيوها ومرحبا بكم وهذا مكان مرحبا بكم على بروشن فيديو ان شاء الله بإذن الله السلام عليكم اشتركوا في القناة